تنطلو الأخرى يمنى بها تنظيم داعش الإرهابي على وقع عمليات القوات العراقية في معركة تحرير الموصل في المحور الجنوبي للمدينة الذي شهد تحرير عشرة القرى تقدم مستمر في عمليات استعادة الموصل الحشد الشعبي أعلن انطلاق عمليات المحور الغربي لتحرير نينوه إعلان عقبه تحرير أبو العرايس وزويرج جنوب غرب الموصل فيما تتقدم قوات الحشد الشعبي باتجاه تلعفر في غرب الموصل في عمليات تهدف إلى تطويق المدينة وصولا إلى منع تسلل عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى سوريا تهوي دفاعات داعش جنوب الموصل واستمرار تقدم القوات العراقية لوحة يرسمها العراقيون ما يعكس التصميم على دحر الإرهاب ويرسخ الوقوف بوجه أطماع النظام التركي الذي يتخذ من دعاية المشاركة بمعركة الموصل ذريعة لشرعنة احتلال قواته لأراض في شمال العراق محاولات من نظام أردغان تصطدم بموقف عراقي صلب يشدد على رفض أي وجود أو دور لأنقرة في حين تؤكد مصادر عراقية تراجع الدور الأمريكية خاصة بعد رفض بغداد طلب واشنطن لإشراك تركيا في العملية ترجمة نانسي قنقر